في انتبهش قالبش نحكيه على موضوع عمل جدل كبير في الكويت والخليش وهنا نحكيه على مشروع قانون الأعلم الجديد ليصدر في الكويت وليحظر انتقاد أمير الكويت أو ولي عهده تفاعل كبير في الكويت على مدار الأيام القليلة الماضية يشبه جدل واستياء واستنكار بل وانتقادات كثيرة كذلك على مواقع التواصل الاجتماعي ما هو السبب لكل ذلك؟ السبب هو مشروع قانون جديد لتنظيم الإعلام وحسب قناة بي بي سي نيوز هذاش نواجه من نقاط في مشروع الأعلم الجديد نشرت تفاصيل وجريدة القابس الكويتية الاثنين الماضي ما أبرز تفاصيل ذلك القانون المثير للجدل ينص القانون الجديد على أنه لا يجوز التعرض لشخص أمر البلاد أو ولي العهد أو نائب الأمير بالانتقاد أو النقد كما لا يجوز أن ينسب لأي منهم قول أو فعل إلا بإذن خاص مكتوب من الديوان الأميري أو ديوان ولي العهد كما يمنع القانون المساس بالحياة الخاصة للموظف العام أو المكلف بخدمة عامة أو لأي من النواب مجلس الأمة ويعاقب المخالفون لهذا القانون بالحمس لمدة ثلاث سنوات وغرام 162 ألف دولار أو بإحدى هاتين العقوبتين النائب الكويتي فهد المسعود اعترايه في الموضوع وهذا شنو قال؟ طبعاً جاءت فغرة في الغانون المقترح والوزمع تقديمها طبعاً هذه الفغرة تميز بين المواطنين يعني تميز النواب ومزرع المواطنين بغير المواطنين معنى أنه جاء في حيثيات هذه المادة أن النائب والوزير محصم من أي انتقاد لذلك هذا الأمر غير مقبول نحن معنا انتقاد مع حرة الرأي وتعبير ضمن الوطر الشرعية والدستورية طبعاً نرفض أي تجريح إنما حرة التعبير مكفولة لكن تكون نقد بلداته بناء فيه مصلح عامة يخدم القضية أو الموضوع المطروح من جهة أخرى وزارة الأعلم الكويتية دفعت على قانون مشروع الأعلم اللي يحضر انتقاد أمير الكويت أو ولي العهد وهذا شنو علقت على الموضوع؟ لكن في مقابل دفعت وزارة الإعلام الكويتية عن القانون ونشرت بيانة رسمية تقول فيه أنها حريصة على اتباع كافة الأطر الدستورية والقانونية المتعلقة بمشروع قانون بشأن تنظيم بما يضمن تعزيز مستوى الحريات وتطوير العمل الإعلامي الكويتي وأنها عرضت مساودة القانون على الجهات الحكومية المعلية لأخذ كافة الملاحظات لإنهاء جميع الإجراءات تمهيداً لإحالته إلى مجلس الأمة الجدل بضيف الأعليم وتواصل على مواقع التواصل الاجتماعي وفي الصحف وانتبينت الآراء بين مؤيد وبين رغض لمشروع القانون هذية وهذا شنو علقه في قراءة لقناة بي بي سي حسين عبدالله القروي يقول وزير الإعلام عبد الرحمن المطيري استطاع أن يوحد الشعب الكويتي بأن يرفض قانون تنظيم الإعلام السيء الذي يريد فرضه على الشعب ويطلب من الجهات الحكومية المشاركة فيه حتى لا يقول الشعب أو يطلب منها المشاركة فيه حتى لا يقول الشعب أن وزارة الإعلام فقط هي من صاغت مواده أما هنا تدوينا لصاحب حساب يحمل عاشق للريال الملكي قانون الإعلام الجديد قانون متخلف ورجع ولا يليق بالدولة مثل كويت ذات الحريات والمساحات من المقرر أن تعقد وزارة الإعلام جلسة نقاش لمناقشة مسودة قانون الإعلام الجديد سيعرض فيها كل تفاصيل المشروع وأخذ مقترحات وملاحظات المختصين والمفتمين تمهيدا للوصول إلى المسودة النهائية لتحويلها لمجلس الأمة وعرضها على لجنة التعليمية في المجلس بداية شهر أكتوبر تشن الأول المقبل جدل قانون الأعلام الجديد خلينا نطرح سؤال هل هو شيء لتنظيم القطاع أم لتطبيق الرقابة السرمة على الأعلام الموضوع هذا أثار جدل في الأعلام الكويتي خاصة أنه تم توسيع القانون القديم اللي يحضر انتقاد شخص أمير الكويت فقط والبرلمين الكويتي رأى أن القانون هذية يخلف الدستور ويمززز من جوهر ديمقراطية في البلاد وقيد حرية الأفراد الشيء الذي رجع الخلافات بين الحكومة ومجلس الأمة يتعاود من جديد يظهر لي موضوع حارق في الكويت نذكره أنه بأن دولة الكويت هي من أولى الدول العربية مش حتى الخليجية اللي فيها حرية الأعلام فيها زي دا كيف كيف برلمين الحر فيها زي دا كيف كيف المرأة الكويتية معناها مرأة رائدة معناها اليوم لو كاننا حكيه على الريادة التونسية ثم ريادة المصرية ثم المغربية فأنت نقول لك أنه في الكويت نجد تكون في المارتبة الثالثة بعناهم ما هيش فما نسيت واركل عليهم في السياسة في الإعلام في غيره وفما ما يشبه فما حرية فما حرية تعبير مكفولة لهنا تقعد ديما المس اليوم بالرمز صورة المؤسسة لأمير البلاد اللي يحظى باحترام معناه هو تقريبا مشاع بين الكويتين الكل والكويتيات حتى بين البدون تعرف عندهم البدون يسميهم هم العبيد اللي معظمش نفسنا ولا القبيل والعشير اللي هم نصف مليون تقريبا في الكويت تلقى منهم بعض الألاف في قطر وبعض الألاف كذلك في المملكة العربية السعودية هو معتها بالحق حاجة تبهت أنه أخبار كما هكا يجي من دولة الكويت اللي كما قلت حسن من أول دول الخالجية السيسور ومن بين الدول العربية اللي كانت عندها تجربة متع حرية تعبير نذكره روح في الثمانينات كانت الوسائل العلامة الكويتية والجرائد الكويتية نذكره قبس وغيرها والعربي كانت مصادر متع معلومة موثوقة لمجال الحرية اللي موجود في جانب السياسي زادة كيف كيف الكويت كانت من بين أول الدول الخالجية والعربية اللي عملت انفتاح سياسي البرلمان الكويتي تقريبا يمكن جات فترة أنه ما فم حتى برلمان في الدول العربية فيه كما البرلمان الكويتي المشروع متع القانون هو مزال مشروع دونك مزال ما أصبحش نافذ ونتصور أنه الدباء اللي قاعد صاير باش يأثر في المسار متاعه ولكن يطرح زوز مشاكل أولا العودة للنصيون هدية متع متع المس من الذات الملكية والأميرية عن همومة هي معناتها حاجة اليوم معادش عندها معنى كسواء من ناحية المبدأ سعى مسئلة الحرية حق الناس في أنهم ينقضوا المسؤولين بشكل عام وإلا من ناحية اليوم تنظم الإعلام كما تحب أنت ولكن بوسائل التواصل الاجتماعي بالوسائل التكنولوجية راهو إلي إلي يلزم التفكير في حاجات أخرى الجانب الثاني هي مسئلة التمييز مثلا من الحاجات اللي تقلتوا نعتبرها مسألة إيجابية هي أنه مثلا تقول يجرم المس من الحياة الخاصة متاع الوزير ولا الناب ولكن علش كالوزير والناب من المفروض يجرم المس من الحياة الخاصة متاع المواطنين لكل لأنه معناتها الحق في الحياة الشخص في الحياة الخاصة رغمه هو حكر على المسؤول ولا الناب هو مسألة حق لأي مواطن إنه حياته الخاصة تكون محمية نتصور أنا إنه اللي بيش تصير في الكويت ونعرف ونعرف إنه الكويت من بين الدول القلائل المنطقة العربية اللي فيها البرلمان يسحب ثقة من وزير البرلمان يرفض إنه يمرر قانون نعرف إنه وقتل الحكومة ما عندهاش أغلبية يتم دعوة لانتخابات تشريعية مبكرة اليوم نتصور إنه ينجم يرجع المشروع إلى النسخة يمكن تكون أكثر مقبولية وأكثر تلاؤما مع العصر اللي إحنا قاعدين يشوف القانون ما يتعملش على حكر أشخاص بدون الناس الكل سويسية أمام القانون هذا يمكن يوم يترحنا ولا يحزنا نحو أندباء لحقيقة ما عاش نسمعوه في توني جملة واحدة اللي هو دباء الأعلام اليوم بالرغم من أنه نظرنا لسنوات على الكلمة الحرة إلى ما آخر ذلك برشا من الناس يقول كتوب أختك واخ كلبتاي اليوم إخلاقية المهنة إلى ما آخر ذلك فما تقريبا ما عادش فما حتى الهايكا اللي معناها حق أريد به حق ولكن هذا يظهر اللي تحولت إلى حق وأريد به باطل معناها في الأخر اليوم أين الهايكا شو عملت البلان من 2013 لليوم عطوا عشرة سنين شو عملت معناها أنا إنودي يمكن نمخشي تونيزيان اللي ما يستحملش ما يستحملش بعشرات الرخصة الإذاعية والتلفزية غاب دورها التعديل اليوم الأكمبانيومان الإيكونومي دي ميديا غدوة زادة كيف كيف إعلام الغد واليوم التونسي لو لا بعض الإذاعات معناها الاستثناء اللي هنا واشي يحفظ ولا يقصوا عليه معناها معناها شلقة التونسي المليف الآمن مع شلقة إعلامي شبه ولا يعبر على حياته العادية ولا على المشيغل اليومية هي هو الموضوع نتصور اليوم على الأقل إلى حد الآن اليوم في تونس الموضوع ما هوش موضوع قانوني كما كنا نحكي في الكويت ولا في دول أخرى الموضوع هو المسائل الإيتيقية المسائل زادة تنظيم القطاع من ناحية أنه كما قلت مثلا مهم الجانب الاقتصادي معناتها اليوم سات كنبيليزاسيون تاعم المرشي اللي تخلي أنه معناتها المؤسسة اللي هتعيش فيها شاشة للصحفيين يخدموا في وضعية حكاة مرة حكينا على الصحفيين اللي مخلصوش والتكنيسيان اللي مخلصوش والقنوات اللي على أبواب الإفلاس اللي مخلصتش لحقوق الأرسال متاعها وغيره دونك هذي يراه جزء من منظومة الإعلام ككل مانجموش نقولوا لا هذي كمسائل اقتصادية وشركات لا 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 هذي موضوع لأنه وهذاك عليش اليوم سيختو مسأل قعدنا ساعات في دي سلوغان كره معناها ساعات مفرغة كيف يقولوها الشعارات مفرغة ساعات حتى من المعنى متاحها ما زلنا نحكيه على شعارات تترفعت قبل 2011 وبعد 2011 وراحضنا أبواد ساقت رئيس الجمهورية قد نختلف معه حرب تحرير حرب تحرير تحرير العقول كانت كلمة بورغي براقبال تحرر العقول اليوم اليوم لأنه نحس حتى لسنتيمان بارتنانس لبلادنا ما عادش موجود برشا في وسائل العليم هني قلت لك اليوم مشكلة كبيرة يلزم اليوم يتترح من غير تشنج يظهر تشنجنا برشا وكل واحد حب يعمل زي رسو اليوم يتوق أنه فما إعلام يشبه للشارع للتونسي إنج وقول فما حاجة أنا ما كنتمش عليك عندي إعلام الليبي دوبي كالك زنين على خطر اللي بالرغم من أنه الشقيقة ليبيا في حالم تحرب وليد وليلي ما أخذ ذلك إلا أنه فما مسؤولية كبيرة من قبل الإعلاميين والقايمين اللي وسائل للإعلام شوف اليوم التلفزات والإذاعة الليبي وخاصة التلفزات قداش قاعدة تخدم في خدمة ممتازة تعبر على نبض الشارع الليبي تحاول أنه توحد الليبيين بين شرق وغرب وجنوب تحاول أنه تعطي زاد جرعة من الأمل من أجل أنه غضوة يكون هناك وطن اسمه ليبيا يمكن اليوم عليش لا اليوم الاستفادة من هذا الدرس كيفاش عملوا الناس هذوما من أجل أنه ولا عندهم إعلام البارح في الأيامات إعلام الليبي كان إعلام بكله أخضر وكان يطبل الزعيم الراحل معامر قذافي ولكن في عشرة سنين فمثورة كاملة صارت في الأعلام الليبي علش لا يفوغن بخوفيتي والأعلام المغربي يصدى اليوم يات فيه جزء كبير من الحرية فيه إبداع كبير إلي طن اليوم في تونس نبعده على التقشتيل والسبان نمشيه نحو الصحافة التفسيرية اللي هي صحافة مهمة برشا وأهم حاجة هو الأخلاق وأخلاقة المهنة هؤلاء اللي يفوغو مغاليزيلو ميتية تتفق هكا ولي متوفق معايا متوفق معايا